السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وان شاء الله تكونوا بخير وانتوا عم تشوفوا هذا الفيديو مثل ما انكم شايفين اليوم رح اقدم طريقتي بعمل الرزب حليب طبعا انا عملي كمية منيحة لانه كان عنا بالبيت جمعة الرجال فقالت انسب شيء واسهل شيء ان اعمل الرزب حليب فماشاء الله عملي كمية منيحة عملي حوالي ال 16-17 رزب ديه شوفوا ماشاء الله كان عن جد الرزب حليب كان كتير طيب وشايفين ما شاء الله هالقوام ممتاز فتابعوا معي الطريقة لنشوف طريقة التحضير والمآتير بالبداي جبت ثلاثة كيلو حليب طبعا التازة فحطتهم بطنجرة تكون واسعة شوي لحتاني يغلوا معنا ويتعقموا وبعدين بضيف الرزب طبعا انا لكل كيلو حليب حطيت كاسة شاي رز مصري تمام لكل كيلو حليب كاسة شاي رز مصري طبعا اكتب الماء قدير بسندوق الوصف انا هون بس غسلت غسل الرز وضفت فوق الحليب طبعا ضفت الرز بعد ما يغلي الحليب طبعا هون هديت النار عليهم وصرت حركوا بهذا الشكل مثل ما انتوا شايفين هيك حرك بقاعة طنجرة بالمعلقة او حرك بقاعة طنجرة مشان الرز ما يلزق من تحت كل دقائتين ثلاثة كل خمسة دقائية يعني مو شرط يعني ضل عم حرك فيهم لحتاني يستوي الرز كل خمسة دقائية بجيب احرك كما انتوا شايفين بهاي الطريقة اللي شايفين قدامكم لحتى ما يستوي معنا الرز شايفين هون بعد ما استوي معي الرز طبعا اختبرته طلعت شوي وعملته هيك باصابعي ودقته لقيته مستوي ودايب فهون بعض بضيف النشي طبعا لكل كيلو حليب بضفت معلق كبيري من النشا هون حطيت ثلاثة معالق وحطيت عليهم المي باردي حركت النشي مع المي بس الدعب عند النشي وبضيفه فوق الرزب حليب مع التحريك المستمر شايفين اول ما ضفت النشي فورا صرت حريك بسرعة مشان ما يتكتل معي وهون يعني صاري هون يتقل معي الخليط يتقل معي الرز بحليب فتركته هيكي غلي شوي لحتى ان تروح تعملت النشي منه وبعدين ضفت السكر طبعا السكر حسب رغبتكن بس انا ما بحبه يكون حلو الرز بحليب فضفت لكل كيلو حليب اضفت فنجان صغير مثل ما انتم شايفين الفنجان كان صغير على فكرة اضفت ثلاث فناجين تمام ممكن ان تضيفه ثلاث وشوي انا ما بدي اياه يكون حلو فضفت بس ثلاث فناجين هلا بعد ما ضفت السكر وتقريبا قريب خلاص اجهز معي الرز بحليب منضيف النكهات اللي بتحبوها هلا انا هون حطيت فانيلا وممكن تحطه برش برت ليمون فاني هون بس حطيت فانيلا وحطيت كمان ما زهر حطيت ضرفين فانيلا وحطيت ما زهر تقريبا شلت معالي اكبر وكمان لمتواجد عنكم مستكة وحطوها لانو تعطيه طعم كثير طيبي لو انا متواجدة عندي كنت حطيتها بس للاسف ما كانت عندي طبعا هون بعد ما حطيت النكهات حطيت ما زهر وحطيت الفانيلا حركت الرز بحليبي كتير منيح واخليت وكمان يغلي شوي لحتاني النكهات تعشق الرز بحليب وبعدين اتطفي النار عليهم وملاحظة صغيري طبعا انا بعد ما غيلي الحليب كنت الحليب كان على نار عالي بعد ما غيلي معي وتعقم لانو كنت جاي بتحليد تازه كل المكونات اللي شفتوها حطيتها سواء من الرز للنشاء للسكر لانكهات كلها كانت على درجة حرارة اقل من الوسط مشان ما يلدع معنا الحليب وياخد طعمي وطبعا رأسا بعد ما منطفي تحت الرز بحليب فورا منسكبه بالزبادة بزبادة التقديم مثل ما انتم شايفينه طبعا هو عميغ اللي كان الرز بحليب انا كنت مجهزة الزبادة مشان فورا وهو سخن لنسكب الرز بحليب وبعدين بنحط الزبادة بالبرات حتى ان يبرد معنا الرز بحليب ومنقدم الرز بحليب بارد ما شاء الله شايفينها الكمية اللي طلعت معي من 3 كيلو حليب بتمنى الفيديو يكون خفيف ولطيف عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته